قال تاماشو هونغ نائبة وزير التجارة الصيني اليوم ان بلادها ترغب في ان تصلح الولايات المتحدة نظام التحكم في الصادرات وان ترفع مستوى الشفافية فيما يتعلق بالموافقة على الاستثمارات جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير التجارة الامريكي الجاري لوكا الذي يقوم بالزيارة للصين والولايات المتحدة تعد اكبر اقتصاد في العالم في حين ان الصين ثالث اكبر اقتصاد وسيعقد مسؤولنا كبار من البلدين مفاوضات رفيعة المستوى في بكين الاسبوع المقبل